اسم الآب والابن والروح القدسة الإله الوحيد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين هأرى بنعمة المسيح هذا الجزء الذي نقرأه على ما سمعكم ده الإسبوع الرابع وهو الجزء الأخير من الإصلاح الخامس في رسالة سالونيكي الأولى بولوس الرسول كتب 14 رسالة أول رسالة كتبها هي هذه الرسالة النحية الزمنية فرسالة بولوس الرسول إلى أهل سالونيكي الأولى هي أول كتابات القديس بولوس الرسول في نهاية الرسالة الأولى وهي خمس إصحات بيقول كده ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينزورونكم وأن تعتبروهم جدا كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنزروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع أنظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع أفرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع أشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقلوا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة المقدسة وناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القتسين نعمة ربنا يسوع المسيح فكون معكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين قبل ما نبتدي نحن يوم السبت الجاي نحتفل بتذكار شهادة القديس موسى الأسود اللي بنسميه في كنيستنا القديس القوي وقديس موسى الأسود بنحتفل به في ديره دير القديس العذرة مريم المشهور بالبراموس وأيضا بنحتفل به في دير آخر دير القديس موسى الأسود في طريق العالمي كمان من يوم الحد هتبتدي تذكرات الأربعين لأبنائنا وإخوتنا هل ستشهدوا في طريق دير الأنبى صاموئيل طبعا ما فيش يوم واحد في الأربعين لكن هو أكتر من يوم يعني لكن هيبتدي في دير آخر ساموئيل وهيبتدي في مغاغة تذكرات أحبائنا وأبنائنا اللي ستشهدوا في هذا الحادث الأليم بنتذكرهم بالخير وبنتذكر شجعتهم وإيمانهم القوي وبنتذكر أن دماؤهم دهيت لن تذهب أبدا الله ينظر إلى هذه الدماء كما نظر إلى دماء هابيل قديما وكانت تصرخ فهذه الدماء أيضا تصرخ أمام الله والله ينظر إلى هذه الدماء الزكية التي سفكت من أجل اسمه وسفكت في حياتهم وهم رايحين الدير وطبعا في أيام الخمسين وكانوا صايمين عشان عدتنا كلنا بنتناول لما بنروح الأديرة وأظهروا إيمان سادت جدا ونذكرهم ونفتخر بيهم بنفتخر بهذه الصفحة من صفحات تاريخ الكنيسة وتاريخ الوطن وهم الآن يرفعون عننا صلوات ويرفعون عننا تشفعات من أجل الكنيسة التي تجاهد على الأرض التذكرات دي هتبقى الحد والاثنين والثلاث والتذكرات ده هي لأن هم طبعا مش من منطقة واحدة من أكتر من منطقة وبنتذكر معهم أيضا أبنائنا المصابين وهما في نفس الأسر يعني بنتذكرهم وأنا لما قابلتهم من كذا أسبوع كده المصابين أنا تعزيت فيهم جدا بحدي حكاياتهم وبأحدثهم وبروحهم الطيبة هم طبعا شهود على الحادث شهود على كل صغيرة وكبيرة في هذا الحادث حتى الصغار فيهم كان لهم تعزية ولهم إمام قوي في الشهادة لإسم المسيح ربنا يعزينا كلنا كانت في الأسبوع اللي فاتت عن ما نسميه عقد من اللؤلؤ قديس بولوس الرسول بيقدم لنا عقد من اللؤلؤ هذه اللقالة يمكن أن تزين كل إنسان مسيحي والعقد ده فيه خمستاشر لؤلؤ وبناخد على قدر ما يعطينا الله لؤلؤ كل أسبوع ندرسها ونحاول أن نتأمل فيها كلمنا ثلاث لقالة قبل كده كلمنا سالموا بعضكم بعضا حياة السلام أنزروا الذين بلا ترتيب حياة النظام سجعوا صغار النفوس حياة التشجيع والنهاردة هنتكلم في اللؤلؤ الرابعة اللي هي اسندوا الضعفاء واسندوا الضعفاء هي رسالة فيها التزام وفيها شفها الأمر وفيها معنى غريب أو نحن البشر نميل دائما إلى القوة ويمكن من الكلمات التي لا نرتاح لها كلمة الضعف تحبش الضعف بأي صورة من الصور وأظنكم عارفين زمان لما كانوا الأولاد يعودوا ويلعبوا ويبعضوا وينسك بأيديه كده ويحاول يبين عضلاته شكلها إيه ويمكن الولد الصغير الولد الصغير لما يعمل نفس اللعبة دي مع أبوه وأبوه كده يديده نوع من التشجيع يخليه هو ليغلبه كلنا منحبش كلمة الضعف وإن كان في الكتاب المقدس يقول كده اختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقويات وهنا العجب يا إخوتي اختار ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقويات هو بطرس الرسول ذا كان إيه سيد سمك إيه سيد سمك مهنة من المهن وقيسوا على هذا ذا كان إيه ومتى كان إيه وقيسوا عبر التاريخ كله لكن الله يختار ضعفاء العالم اللي العالم ينزل لهم في ضعف ليغزي بهم الأقويات يقول لنا يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان تقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وهزموا جيوش غرباء ولو تذكرنا في العهد القديم نتذكر أرمية النبي الصغير ونتذكر يوسف الصديق الصغير ونتذكر ضعفاء كسيرين في التاريخ في التاريخ الكتابي في العهد الأديم وأيضا في العهد الجديد حتى إن بولوس الرسول بيقررها صراحة يقول لأن المسيح إسكننا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفقار دي في رسالة روميا لأن المسيح إسكننا بعد ضعفاء شافنا ضعفاء شاف البشر كلهم ضعفاء بسبب الخطيئة مات في الوقت المعين لأجل الفقار لو جينا نتكلم على نوعيات من هذا الضعف فممكن نجد الضعف الجسدي غالبا ده صحي والضعف النفسي في نفس الإنسان وأيضا الضعف الروحي ثلاثة أنواع من الضعف الوصية اللي بيعلمنا بيها القديس بولوس الرسول وصية اسمها إسند الضعفاء ونسميها خدمة السند وعايز قبل ما أدخل في التفاصيل عايز أذكر قدامكم حقيقة مهمة البشر قديما قديما يعني من 30-40 سنة بس كان التعامل بين البشر تعامل كثير والتعامل ما بين البشر كان تعامل عن قرب وكانت الأجهزة اللي في أدين الإنسان محدودة عددها محدود لا كان فيه كمبيوتر ولا كان فيه وسائل اتصال دي كلها متوفرة ولا كان فيه موبايل ولا كان فيه ولا كان فيه حتى التليفجين كان لسه حديث نوعا ما من 40-50 سنة وكان يمكن أقصى حاجة الراديو المزياع الموجود فكان الناس بتتعامل ويبعضها كتير طب ودي فائدتها إيه فائدت أن الناس اللي بتعاملوا ويبعضها كتير بيحسوا بعض لأنهم قريبين لبعض حتى على المستوى البسيط يعني أنت دلوقتي ممكن أياميها يعني زمان يقول لك نكتب تتحك وهو بيشوف قسامات وجه كنت بتتحك أو تقول له خبر صعب بتشوف قسامات وجه الحزين ده بينطبع عليك كلنا بنتأثر ويبعض لما دخلت الأجهزة الحديثة بقى كل أشكالها وألوانها واحتياجاتها والصغير اللي في إيديكم ده كلكم صار الإنسان بيتعامل ويالآلة أكتر ها فعملوا الإنسان فبقى صحبي مش إنسان آخر لا بقى صحبي آلة وده أظن بتشوفوه الناس بتقعد قدام النت بالساعات الطويلة والناس بتقعد قدام الشات بالساعات الطويلة قدام التليفجيون بالساعات الطويلة طبعا تفتكوا ده مش هيأثر على الإنسان ده هيأثر على الإنسانية وصار الإنسان بسبب هذه الأجهزة لا يشعر بالضعف البشري لا يشعر بالضعف البشري يبقى أشكاله بقى وأنواعه اللي نتكلم عليه صار الإنسان بيتعامل ويالمادة حتى دلوقتي ممكن تفتح موقع كده يقولك شوية نكت هتقراها خلاص أو أي معرفة تكون النتيجة أن الإنسان مشاعره الإنسانية شوية بشوية ومتأسف في كلمة يمكن تكون غير لائقة تتبلد مشاعر الإنسان تتبلد وده أمر خطير جدا على حياة البشر كلها وبيفكر زي على الجو لأنه خلاص ما يعرفوش يبطلوا الأجهزة دي العالم دلوقتي فيه أجهزة أجهزة الموبايل دي بتعداد البشر وبعض البلاد زي بلدنا أكتر من عدد البشر يعني إذا كنا نحن 90 ولا 95 مليون عندنا أجهزة تعدد المائة مليون في ناس وياها واحد واثنين طب وبعدين إنسان عمل يتعامل مع الآلة دي هو هيبقى آلة الآلة والإنسان الفرق ما بينهم الإحساس الشعور فلما تيجي وصية كده اسمها سند الضعفاء ضعفاء إيبقى؟ فينه ضعفاء؟ أنا بتعامل ويا الألات وخلاص مفهاش ضعفة ومن هنا تبدو أهمية هذه الوصية الضعف الجسدي له نوعيات السيد المسيح عندما كان في بستان جسماني والتلاميذ اللي معرفوش يصهره التلاميذ اللي معرفوش يصله يقول كده أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف وده أحيان نلاحظه في حياتنا ويتكلم قدسين كتير عن هذا الضعف الجسدي ويقول لنا أبو لسر رسول باختصار كده تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف هتكمل لك الضعف ده هتكمل لهم مش هتسيبك ضعيف والضعف ده ممكن يكون مرض ربنا يحفظكم جميعا والأمراض تختلف في شدتها وحدتها واستدامتها تقعد قد إيه وقد يكون الضعف إعاقة من الإعاقات وقد يكون الضعف ده هو مختلط بالجسد وبالنفس أو بالزهن أو بالعق ضعف في بشر كده مثلا نعرف أن في مصر عندنا نسبة 10% من السكان من زوء الاحتياجات الخاصة دول محتاجين محتاجين من يسندهم 10% عن حوالي 9 مليون عدد كبير وسواء هنسندهم بالطب أو بالدواء أو بالخدمة لكن يوجد ضعف جسدي مرة قابلت أم عندها 3-4 أبناء كده فلاقيتها بتهتم بواحد شوية أكثر من إخواته الثلاثة ولاش معنى ده يعني بتهتمي ده في وسطهم قالت لي أصد ضعيف ضعيف البنية الجسدية فأنا يعني بساعده فالضعف ده قائم ويا بخت اللي بيعيش الوصية دي إسند الضعفاء السيد المسيح كان يسند الضعفاء بل أنا تهيألي إن السيد المسيح جه مخصوص عشان يسند الضعفاء يمكن تفتكر وياي القصة اللي بنتأثر بيها كل سنة قصة شفاء مريض بيت حسدة كلكم فاكرين في الصوم الكبير مريض بيت حسدة حسدة دي كانت زي كف اليد كده ده خمسة أروقة والناس قعد على تفافة من السنين ملاكي حرك البرك المي هذا الإنسان المريض كان له 38 سنة طبعا حبيب نقول 38 سنة دي فسانية لكن 38 سنة ويجيلوا المسيح يسألوا سؤال أعجب ما يجون أتريد أن تبرأ يرد الرد بقى الغريب ليس لي إنسان يعني إيه يعني 38 سنة ما فيش واحد عارف خدمة السند ولا خدمة سنته الضعفاء 38 سنة قد كده قلب الإنسان نشف هذا ما حدث قصة دي في القرن الأول الميلادي المعاكزة دي في القرن الأول الميلادي ليس لي إنسان ومازال هذا الصوت يرن مع كل دعفاء العالم ليس لي إنسان ويخسر الإنسان كتير لما لا يؤدي دوره في هذه الخدمة نفس الكلام بنسمع على الرسل واهتمامهم بالضعفاء المرضى المقعد اللي كان موجود إلى آخر ده الضعف الجسدي النوع الثاني من الضعف الضعف النفسي والضعف النفسي قاسي قاسي على الإنسان والضعف النفسي ده أحيان نفس الإنسان تبقى هشة لكده فيه مرضى النفس وفيه أطباء النفس والعلاج النفسي والعلاج العقلي وفيه مستشفات مخصوصة لكده ممكن يكون ضعف في القدرات العقلية وربنا يحافظ على أولادنا جميعا تلاقي مثلا بعض الأولاد أو البنات يقولك بطيء التعلم عنده بطء في التعلم وهذا نعم الضعف طب نعمل إيه؟ هنسيبه ده عايز مدرس متخصص يقعد جنبه والذي زميله بيتعلمه في أسبوع اللي بيتعلمه في ساعة ده يحتاج أسبوع وياه وقد يكون الضعف بسبب ضعف الثقة في النفس شخص ثقته في نفسه ضعيفة وهذه قضية كبيرة يجيله صغر النفس حتى بنصلي في التحليل عن صغر النفس صغر النفس ده يعطبك في مقام الخطية أو الإنسان اللي عنده المخاوف مخاوف كتيرة وهذا ضعف واحد خواف مش خواف الخوف العادي خوف مرضي أو عنده قدر من الإهمال أو الإحباط أو اليأس أو الألأ الحياة عملية صعبة جدا الضعف النفسي ده يمكن أفكركم بليأة ويعقوب في العهد القديم ليأة كانت تشعر أنها غير محبوبة شكلها يعني مش ولابد وعنيها ضعيفة في النظر فكانت تشعر أنها غير محبوبة وحب ربنا يسندها في ضعفها فجعلها تلت ستة بني ستة بني وابنة في عقوب ده نوع من السند ليه ضعف من اللعفات اللي مشهورة حن أم سموئيل لم يسمح الله لها بنست وكان زوجها القانة يعطي مثال قوي للزوجة الذي يقف بجوار زوجته في مثل هذا الموقف لدرجة وصلت بي أنه يقول لها اعتبري أنا ابنك أو من ولادك يعني يعجوزك لكن ابنك عشان يقدر يسندها في الضعف ده وكانت تبكي ليلة نهار وكانت تصلي ليلة نهار حتى أن عالي الكاهن اعتبرها إنسانة سكرانة من كتر الصلاة ومن كتر الدموع التي كانت تسكبها طبعا ده بسبب عدم إنجابها لكن بسبب أمانتها الله أعطاها هذا النسد وجاء منه سموئيل العظيم في الأنبياء ضعف نفسي وعايز أقول لك بصفة عامة الإنسان ضعيف قد يضعف بأسباب نفسية كثيرة حتى يقول لك فلن ده عنده نقطة ضعف ما عرفش ده بيستخدمه تعبير نقطة يمكن عشان حجمه لكن فيه نقطة ضعف ونقطة ضعف ده ممكن تضيع الإنسان خالص ده أحياني يكتشفه إنسان يمد ييده ويخش المحلات يمد ييده ويسرق الحجات مع أنه يكون مقتدر وغني ويكون واحد أو واحدة ويقول لك قصة عنده نقطة ضعف بس ده بتحول بقى الجريمة ده واحد يسرق ده الضعف النفسي هو الحديث فيه طويل جدا لكن بصفة عامة النفس البشرية نفس ضعيفة النوع الثالث من الضعف الضعف الروحي وده الضعف الذي يدخل في باب الخطية أو العسرة والضعف الروحي ده حتى شفناه في بعض القدسين يعني شفناه في إلية النبي شفناه مثلا في العادي الجديد في المرأة المنحنية اللي كان لها 18 سنة منحنية ولا تستطيع أن تقف وكانت هذه المرأة المنحنية صارت في قبضة الشيطان ويقول لها الكتاب سيد المسيح أنك محلولة من ضعفك يعني بيقول عنكم عضلتها مش شغالة عضلت اللي بتخليها تقف كده ودهرها يقف كده مش موجود صارت منحنية تنظر إلى الأرض على الدوان هذه هي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت ده عشان اعتراض اليهود أن المسيح شفاها في يوم سبت الخلاصة أن ضعفات الإنسان كثيرة جدا هل فكرت في يوم تسند ضعف إنسان هل فكرت في مجتمعك في أسرتك ممكن تلاقي إنسان رايح وجاي قدامك كويس وبيتحرك كويس جدا لكن هل فكرت في يوم تسند إنسان ضعيف تعالى عشان أخذك لك الموضوع ياخد صورة عملية كيف نسند الضعفاء خدمة السند أو الضعف ممكن نحطها في خمس أشكال ويتفكر فيهم عشان تقدر تستخدمهم أول نوع من السند في خدمة سند سند الضعفاء نسميه كده الدعم المعنوي الدعم المعنوي الدعم المعنوي يعني الشعور بالقرب للشخص إنك قريب منه أظنكم تعرفوا الاختبار الصغير ده الولد الصغير نازل في السلم والسلم خايف هو منه في يوم والده أو والدته يقف يقول له يشجعه بكلمة والكلمة ده هيت أنا وياك طب انزل وصلت لآخر دور أو للسلم تحت ده تشجيع معنوي الشعور بالقربة خدوا بالكم يا أحبائي أحد أمراض الزمان أن الإنسان يشعر أنه متغرب مش أنه فيش حد جمع فيش حد دويا مثلا من السند المعنوي أو الدعم المعنوي وقت الامتحان كل ولادنا كلنا بنخاف وقت الامتحان شيء طبيعي بتعمل إيه وقت الامتحان بتعمل ولادك إيه ويا المجتمع بتاعك إيه ده أحيان وبعض الدراسات تقول حتى الأفلام اللي بيزح التلفزيون في القنوات المختلفة يقولك في أوقات الامتحانات زيعوا أفلام خفيفة كده عشان تبقى نوع من الترفيه للولاد أنا فاكر مرة لما كنا بنمتحن الامتحانات الشفر في الجامعة فكان فيه مادة صعبة قوي كان فيها دكتورين عاملين مكانين للامتحان الشفر فكل الطالب الروح عند دكتور واحد ونسيب التاني فجيه مرة عميد الكلية يسأل يعني إذا سيبين ده ليه ودخلين عند ده ليه استغرق فكانت الإجابة إجابة لطيفة قوي ده بيسألنا السؤال كأنه بيتحدانا تحدى الطالب بيعرفش يجاوب يلبخ التاني وهو بيسأل السؤال كأنه بيحط الإجابة في السؤال كأنه بيساعد الطالب أنه يخرج الإجابة فكل الطالب بيرح هذا طبعا ماهو ده ماهو فيه استاذ مدرس يعقب طلب اللوية يتحداه يتحدى المعلومة اللي عنده ولا يراعي أن وقت الامتحان بيفيه نوع من الاضطراب ونوع من الخوف طب إزاي أسند الطالب الدعم المعناوي يتجه أيضا بإظهار المحبة إظهار محبتك أكتر إزاي تظهر هذه المحبة للشخص اللي في وقت ضعف وطبعا إظهار المحبة عايز كمان منك أنك تكون طويل البال شوي طول أناه شوي ماهو ده مرة قرأت قصة عن بنت كانت تخاف من أبوها كتير خالص تخاف من في تغيارة كده بتاعت مثلا تسع عشر سنين في يرجع من الشغل مكشر يأكل وهم كشر أوامر في البيت نوع من الخوف فسألت مرة تسأل الخادم أو الخدمة أو أبونا يعني أخاف من أبوي أعمل إيه فنصحوها قالولها هو بيجي من الشغل بينام شوية ساعة ما يقوم كده قربيله بس على مسافة مترين ثلاثة وقلينه يحب تشرب شاي وروح العمل وصلت لمرة تعالي عدش ربي ويا الشاي وطبعا كانت يعني تخض بالغ إظهار المحبة الدعم المعنوي كلنا نحتاجه كل البشر يحتاجه الدعم مش عشان هو أبونا مش محتاج دعم معنوي مش عشان هو كبير مش محتاج دعم معنوي الدعم المعنوي والشعور بالقرب الاحتمال إظهار المحبة طول الأنا كلها وسائل تساعد في الدعم المعنوي النوع الثاني من الدعم الدعم المالي الدعم المالي في مجتمعاتنا احنا دولة من دول العالم التالت ودولة ذات اقتصاد محدود ونعاني كلنا من متاعف الاقتصاد في ضعف سواء على مستوى الافراد او على مستوى الاسر او على مستوى الخدمة كيف ما يكون وهنا يأتي الدعم المالي كوسيلة تحت عنوان خدمة الضعفاء اسنته الضعفاء والحقيقة الدعم المالي ده بيختلف من مكان لمكان ما لهش قعدة لكن الدعم المالي له معنى يعني ابني لما يطلع رحلة ومعهوش مصروف على قده في الرحلة ما يشعر صغر نفس لازم يكون وياه حاجة لازم تتأكد من حكاية احيان نعمل الآتي نقول ايه احنا هنخلي عدد من كراسي الرحلة للناس المحتاج طب كويس كتر خيركم طب واثناء الرحلة بقى ما عايز دعم او واحد مسافر او واحد رايح في مشوار ربما يحتاج فاحساس الإنسان بالآخر وتزديد الاحتياج الاحتياج المالي واخدوا بالكم مش الاحتياج رقم الفلوس هو المهم المعنى اللي ورا كده ان انا حسس بيك وانك ممكن تحتاج الحاجة الحلانية فوياك ما يسند الدعم المالي يصلح للأفراد طلبة مثلا الدعم المالي الدعم المالي يصلح للأسر والعائلات يصلح للخدمة في خدمتنا المختلفة يصلح للمجتمع هو المجتمع لما يعمل صندوق يسميه تحية مصر او مستشفى بيقوم بعلاج امراض كثيرة للناس كلها بامراض خطيرة بأدوية غالية جدا فما هده لازم يحسن نوع من السند السند والضعفاء يمكن لحظته اعلانات كثيرة على مستشفيات على اماكنها تخدم خدمات عامة تخدم كل الناس في امراض كثيرة وفي امراض كثيرة مثلا مستشفى زي مستشفى ابو الريش ده مستشفى اللي بيسموه احاني الياباني في القاهرة ده مستشفى عشان يخدم الأطفال الأطفال على المستوى مصر بحالها وبيكشف يمكن كل سنة على اكتر من مليون او اتنين مليون طفل فده مستشفى بيحتاج نوع من الدعم مذكروش يعني على سبيل بجيب سيرته على سبيل المثال لأن الأطفال برضو ضعفاء بيحتاجه خدمة السند خدمة السند ممكن تسند وطنك ممكن تسند مؤسسة بتقدم خدمة من أجل الجميع والمشاركة في أمثال هذه بالدعم المالي بيعمل عمل كبير جدا 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 ده النوع التاني النوع التالت الدعم اللفظي اللفظي كلمتك الكلمة الحلوة اللي ممكن تطلع منك الكلمة الطيبة يمكن كلمتكم المرة اللي فاتت عن التشجيع الكلمة الحلوة اللي بتقدر تقولها لصغير للضعيف عشان يتقوى من الكلمات اللطيفة اللي نذكرها لرئيس الدير عندنا أي رهب طالع في خدمة معينة ومثلا مرتبك أو متخوف أو متحير بيقوله كده أبونا أنت شاطر بس كلمة شاطر بس الشاطر دي طالع من رئيس الدير بتحمل قوتها وتحمل بركتها الكلمة الصغيرة ده هي كلمة طيبة خالص أتذكر وأنا في الجامعة كنت بسافر من ضمنهور أروح إسكندريا عشان الامتحانات ففيه كنيسة جنب محطة كنيسة العدرة محرم بيه في إسكندريا فأروح بس أقول أبانا الذي هو أكمل على كله أكتش عارف الأباء اللي هناك لكن أبونا دايما أوصل على الأخر الأداس أم أقف واخد لقمة البركة فأبونا ما عرفش اسمه إيه يروح وعطين لقمة البركة وقول لي ربنا معاك اليوم اللي كانت أسمع فيه الكلمة دي معناه اللي انت حنجي حل والأمور هتمشي سهل لو أبونا عطاني أبونا تاني عطاني لقمة البركة وما قالش الكلمة دي يبقى يعني بتعرفين الباقي نعم أنا مش فاكر مش فاكر سدق مش فاكر اسمه إيه لكن هو أبونا اللي كن شو بقى نرجع للتاريخ ونحسبها يعني مش عارف سدق يعني الكلام ده 72, 73, 74 فأبونا هو يعبدين البركة يقول لي ربنا معاك هم يعرفنيش ولا أنا عرف لكن مجرد أسمع الكلمة دي تطمنني ما أنا رايح امتحان يمكن هم يعرفش إن أنا رايح امتحان بس كلمة الدعم اللفظي وقصص كتيرة في المواضع دي إن كلمة باللفظ ممكن تساعد إنسان التماسي العذر أيضا نوع من الدعم اللفظي يعني ما تاخدش بالك دي حاجة بسيطة طب معلش؟ طب تتعود نعملها في الحاجة تبسيط الأمر فيه واحد يكلكع الأمر وفيه واحد يعقد الأمر وفيه واحد ممكن يراه أمرا بسيطا الدعم اللفظي نمرأ أربعة الدعم الإجتماعي المجتمع والدعم الإجتماعي اللي هو تزديد احتياج إنسان وتزديد احتياج إنسان الاحتياج بتاع احتياج يعني هو يحتاج عشان يعيش مثلا بدي الإنسان إنه جعان بقدم له أكل والمسيح نفسه لما قال كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا فصقيتموني هو يقصد يعني أعمله خدمة السنة دي الجعان أقدم له أكل ما هو الأكل ده دعم إجتماعي دعم إجتماعي أتذكر مرة قصة كنا في خدمتنا كده مع ناس وكان فيه بنت الكنيسة بتخدمها في براستها وأمورها ماشي حلو خالص وبعدين بنسألها على حاجة كانت مش متوفرة وياها مش موجود احتياجات البنات بتبقى كتيرة شوية فكرت ده ردة غريبة قوية قالك الأبونا ربنا يكفيك شر الحاجة ربنا يكفيك شر الحاجة الحاجة اللي هو الاحتياج يعني الاحتياج فاحتياج الإنسان الأحتياج الاجتماعي أحتياج منه يلبس أحتياج منه يأكل أحتياج السكن أحيانا نقول كده تعبير في كلامنا قلت تعالى نقعد كل لقمة تسند قلبك بنقول التعبير ده تسند قلبك تسند الضعفاء مهجة عند ضعيف لازم أسند وأتذكر أن في فرنسا ولبنان عندهم سلسلة مطاعم اسمها مطاعم المحبة مطاعم المحبة ده هيت للناس اللي ما عندهمش دخل وما عندهمش أكل يجوا يعودوا يأكلوا فيها ويروحوا طب وتغزية المطاعم دي جاي منين جاي من خلال اللي بيحبوا عمل الخير وبيقدموه للناس المحتاجة بأي صورة بنصوه بيقدموه بطريقة لائقة السند الاجتماعي والسند الاجتماعي ده بياخد أشكال كتيرة خالص في المدرسة في الجامعة في الخدمة في الزواج في الارتباع السند الاجتماعي بصفع آخر نوع من السند هو السند الروحي السند الضعفاء روحيا والسند الروحي ده سند مهم جدا الإنسان أحياني يصد بالفطور أحياني يصد بالجفاف الروحي أحيان بالعوز الروحي السند السند الروحي يعني لما تقدم كتاب مقدس لإنسان محتاجه أنت بتسنده محتياج الروحي ده ما فيش إنجيل بقى عنده إنجيل لو كان طفل بتقدم له إنجيل مصور مثلا أو بخط كبير أو ملون السند الروحي المهم هو أن تسامح الآخرين السند الروحي فيه ناس بتغلط في حقك وفيه ناس يمكن تفكر أنك تخصمهم أو فيه ناس أنك تباد عنهم بأي شكل لكن أشير عليك بهذه الخدمة الإنسان اللي غلط أو وقع في خطيئة أو في عصرة عايز اللي يسنده عشان يطلع يقوم خدوا بالكم لما رجع الإبن الضال أبوه قال له تعالى يا حبيبي هتدي لك خاتم واتدي لك حزاء واتدي لك الحلة الجديدة وهنتبح العجل المسمى كل دي احتياجات مادية والعجل المسمى ده الاحتياج النفسي الجسد ينوم يعني يفرح لكن الأهم من كده أنه خدوا في حضنه خدوا في حضنه يعني قال له ما معناه أنا سمحتك خلاص أنا سمحتك ما عادش فيهم خطيئة دي خلاص نسيت اللي فات الماضي عد وخلاص تبقى الحكاية السند الروحي أحد الأمور القوية جدا في حياة الإنسان الإنسان يحتاج لمن يخفر خطيئ وتبقى حاجة صعبة لو أبونا زعل من حد ولو أبونا طول في زعل دي بتعتبر مأساة علشان كده علم نفسك كيف ما يكون موقعك إنك تسند الآخرين روحيا زي ما بتصلي في أبنا الذي واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا للمذنبين إلينا فإنك تغفر وإنك تسامح ده أقوى سند أقوى سند أما إنك تخاصم معناها تبقي الآخر في ضعفه وتبقي الآخر في العصرة بتاعك السند الروحي التسامح تسامح تغفر تعفو عن الشخص في هذا الضعف اللي وقع فيه الخلاصة أسنده الضعفاء أسند كل ضعيف وابحث في حياتك ودائرة علاقاتك مين الشخص اللي عايز أسنده ده ممكن أسنده بمكالمة أو بزيارة لما بنزور مريض بنسند تعبه لما بنعزي حزين بنسنده في حزنه لما بنقف مع احتياج إنسان بنسنده سنده الضعفاء وانت كده بتقعد ويا أب اعترافك وبتشوف ضعفاتك انت الشخصية إيه ابحث في حياتك انت سندت كم واحد وأثرت في السند مع جام واحد وحطها قدامك بالسمرار عندما تبحث عن كل إنسان ضعيف بأي صورة من صور الضعف وتقف جنبه وتسنده تسنده في هذا الضعف وتشعر بمشاعره عشان كده في ملحوظة أخيرة السيد المسيح لما جهي يتكلم على أركان العبادة الرئيسية الصوم والصلاة والصدقة في متة ستة في العز على الجبل بنتعجب عندما نعلم أنه يتكلم عن الصدقة نمر واحد ونمر اثنين عن الصلاة ونمر تلاتة عن الصوم مع أنه في ذهننا ممكن نقول أن الصلاة دي نمر واحد أو الصوم نمر واحد خلى الصدقة نمر واحد ليه لسبب بسيط كده الصدقة فيها شعور بالآخر بضعف الآخر والصلاة فيها شعور بالله والصوم فيه شعور بالنفس عشان كده حط نمر واحد الشعور بالآخر هو نمر واحد وده بيفكرني بقولة من أقوال الأباء اللي بيقول بحثت عن الله كثيرا ولم أجده وبحثت عن نفسي كثيرا ولم أجدها ولكن عندما بحثت عن أخي وجدت التلاتة الله ونفسي وأخي فعندما تبحث عن أخيك وتبحث عن الضعف كيف ما يكون صور الضعف زي ما شرحناه وتقف وتسنده بما يليق وبما يحتاج تكون نجحت في هذه واقتنيت هذه اللقلقة الرابعة تسنده الضعفاء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلهنا ترجمة نانسي قنقر